كرة شوية. يلا بينا. عندنا لأول مرة ما شاء الله يعني باندل مدربين او مديرين فنين اجانب ما تهيليش حصلت في مصر من سنين طويلة. تمام. على مستوى المنتخبات بورتغالي برازيلي فيتوريا وميكالي. متخب اول متخبات الانبي. تمام. مستوى الاندية. السنة دي في سبع اندية من الاندية اللي بتشارك في الدولة الممتازة. عندها مديرين فنين اجانب. بعضهم مش اول موسم. بعضهم بيظهر لأول مرة. عندنا كولر مع الاهلي. فريرا مع الزمالك. نونو علميدا بورتغالي ايضا مع فاركو. عندنا جاريدو مدير فني الاهلي السابق اسباني. موجود مع الاسماعيلي. عندنا تاكيز يونياس مع بيرميدز يوناني. عندنا بابا بزيليو يوناني اعتقد ابروسي يوناني. عندنا بعد كده زوران فيتش. اتحاد سكنداري. هل شايف ان الخبرات دي او المدارس الكروية دي. او مدير الفنين الاجانب بفكرهم وشخصيتهم. قادرين يقدمونا كرة مختلفة السنة دي في الدولة الممتازة. اذا الادارات عايزهم يقدموه. لكن اذا الراجل اللي مشغل معه. مدير كرة ولا مدير قطاع ولا مش عارف ايه عايز يلمه ويروح. مش هيشغله اليوم الكامل. الراجل هيروح. الخواجة برضو بيقفهم عن البنى ادم. طالما صاحب الشغل مش عايز. انا اوجع قلبي ليه. هي تمرينة وتأسيمة وهيبز الجود وكل حاجة. لكن خلي الادارات الاول تطبق. ما هو استفادة من الخواجة. وانت جايبوا ليه. دي حاجة. الحاجة التانية. انت جبت فيتوريا وجبت ميكالي والاثنين. ليهم سيفي. حد يخد باله ان الراجل اللي ماسك. اللي هو اللي يفترض الامل. الأولمبي. روجيرو ميكال. يتكلم عن ان ازاي دول ما بيلعبوش ممتاز. ممكن يكونوا سيمة. يارب اكون انا غلطان. يارب اكون انا غلطان. ويكونوا هيعودوا بقى مع الادارات. ويعملوا جزء فني. مفروض يبقى فيه خبير فني للاتحاد. عشان يقعد بقى مع ادارات الاندية. ومدربين. اقول لهم. لذا التسعتاشر سنة الوقت ما لعبش ما ينفعش. يعني ما ينفعش. ما لعبش فريق اول. انا نتكلم على مبابي وعلى. انا بقول حضرتك. ما انا بستكملك. طيب جبت فيتوريا. شفت العقد بتاعها لندي فيه ايه. الساعة كام يروح فين. ويفضل ايه. حد قال لي فيتوريا ده. لما ما فيش لعب. ليك اجازة زي كل خلق الله اللاربع جمع باسبوع. يوم. يومين يا عم زي بلادهم. بثمان تيام في الشهر. غيرهم ملكش. والباقي يبقى تجميع. ومحاضرات. للمحليين. بلاش تمرين. لان ممكن الدوري يبقى شغال. يروح زيارات. ويروح ملاعب. ويروح مش عارف فين. ويجي منين. انا ساعدت جدا. انه قال لي الحج عامر. لابد ولابد ولابد. من رش الملعب. وحتى بيقولوا هتنزل مع لايحة المسابقات. قبل المباراة وبين شوطان المباراة. طيب ده ليه. سفر اجازة ده. ما فيش. يا متوش. او الجزء اللي قبل معسكرات المتوش. عم ما ينفعش. ما ينفعش. يعني انت محتاج. إدارة برضو. هنلف نلف. واقول لك عايزين حقاً إدارة. مش دي بالذات. ما انا قلت لك على الأندية كمان. عايزين حقاً إدارة. اللي بيدير يشتغل على ده. طيب اروح للمركاتو. يلا بيد. ازاي بتشوف المركاتو السنة دي. هل بتشوف اللي حصل. او اللي تم. من مغالاة. بتشوفه مغالاة أولاً ولا لأ. طبعاً. لان ما فيش قاعدة. بتشوف تعامل إدارة الأهلي ازاي. مع الطلبات. او مع. يعني. السلوب التفاوض في قيمة الصفقات. سواء بأرقام. او بمبادة لعبين. في جزء مهم. في النادي الأهلي مبدئياً. ألا وهو. انه بدأ يقرر. انه لو صمموا ان احمد سمير بجنيه. مش عايزه. انا قلت سبعين قرش. وبالدليل انه بعد ما بيمشي الآلي. لو حده حتى غيره. تسمع جوه هنا بالدولار. مثلاً يعني. انا تسمع صفقة محلية تتم بالنادي مصري. ونادي مصري بالدولار. وسمعت عن صفقات بتم بعشرات الملايين. ومعها أربع خمس العيد. هل احنا عندنا في مصر الكواليتي دي أسانيك. ما هو ده اللي بقولهولك. مش بس الكواليتي. هو حد عارف. ما قلتلك بقى. ما هو انت لازم يبقى عندك سلعة بتبيعها. غير المضاربة على اللعيبة. خلي بالك ما أكشف. يعني ان ازاي بقى السوشيال. وعبر أصدقاء ووسطاء. بتوصل لرقم. في أرقام كتيرة. مش هي اللي بتذكر. والدليل ان فيه عقود كتيرة. اما بيتحط عليها فوكس. في اتعاد الكرة. بتطلع بأرقام كتيرة اللي سمعناها. عشان يهربهم الدرائب ويقولوا كده. واللي يقولك نجحنا بحاول الله في إخفاء الجواب الفلاني. والجواب العلاني. هل ده منطق. عشان كده النادي الأهلي راح سوق جديدة. لكن النادي الأهلي محتاج برضه مع النقلة دي. تسريع الإجراءات شوية. الصفقات هكذا تنتهي. عارف العربين ما يقولك وش في وش. ونخلص. ليه؟ لأنه الأهلي. بص. اللي مش قادر ينفس الأهلي بيخلق له مطبات صناعية. يعني بدل ما يجري جنبك في السبق ويزبقك. لا عايز يخلى عد يزقك. يشنكيلك. اتنين لعبين مصريين. رغم كل أرقام والطلبات اللي إحنا سمعناها الخرافية دي. لكن الموسم المنقضي ده. ما أصفرش غير عن اتنين لعبين بس تلعوا برا مصر. احترفوا في الخارج. طريق حامد وأحمد رفعت. ده منطقي بالنسبة لك. تربطوا بالأسعار. لا طبعا مش منطقي. لأنه لولا أنهم في بلاد عربية. وأن طريق حامد الحقيقة. من اللاعبين اللي بازلين جود وخرافي. لكن برضو بسبب التحكيم وسوق الإدارة. في حاجات كتيرة. ما كانش مسادة إن هي غلط. وبدأ ياخد كارت أحمر. بدأ كذا. لكن في مؤشر جيد. إنه هو ما بيعملش بقى زي هنا. لأنه هو مش مستصغر الحكام. لأنه هنا بيسمع عنهم حاجات غريبة. ومريبة يا كابتن. وبتقال له ما يمكشي ودوس. وبيدوس وما بيحصلش حاجة. هو أو غيره. بس عشرين انت قلت اسمه طالب. تمام. لكن ده ما يعدش خروج للاحتراف. خروج في الاحتراف يا صديقي. ده يعني المتين دولت كمان مش محترفين؟ لا محترفين. بس محترفين في بلاد جنبينا يعني. يا فندم أنا كنت بقول أول الحلقة. إنه حتى مش بكلم على أوروبا. يعني أنا حلمي طبعا ناسوف عشرين تلاتين لعيب مصري بيلعبه في أوروبا. بيلعبه في بلجيكا في هولندا في ألمانيا في إيطاليا في أي حتة. ده حلم سهل. لكن ده يعني. ده حلم سهل جدا. ده حلم سهل جدا. ده حلم سهل جدا. ده حلم سهل جدا. وعدد اللاعبين التوانسة وعدد اللاعبين الجزائريين وعدد اللاعبين المغربين. ما ده عنوان يا أحمد من غير ماتن. وبرضو لعبت المغرب دي مش كلها راحت أكاديمي ومش عارف إيه عيني. وحلم الأسرة من الوقت ياخد شهادة عالية وإيها لعالية ولا حاجة ولا بيعرف يعرف ولا يكتب. وقابل أهلينا في الشمال العربي الأفريقي نتكلم بصراحة بيتكلم لغتين. وهو رحل من صغره. وبعد ما بيبعان 18 سنة بيقوم بقول له اشتغل يا ابني وأكلنا. أو على أهل أكل نفسك. لكن انت هنا على بال ما ولدك يجبره لازم يجي لك سكر أو ضغط أو لتنين عشان عايز شقة. وكمان حلمه إن لو جبت له شغلانة تجاب له عربية. تجاب له عربية. وفي بالك الناس كلها بتعيش عشان تعيش دول. لكن انت لما تسمع هنا إن اللاعب عندها 19 سنة حتى لو راح الدور السعودي والإماراتي. أنا بقول لبقى السيد وزير الشباب والرياضة فلتعلن عن إنك هتدفع لكل واحد يطلع اللاعب بمئة ألف دولار. ادينه مليون جنيه حافظ تصدير. صحيح. إصلاح. إصلاح